في تحدي لتحذيرات المرشد الإيراني بقمع الاحتجاجات ومطالبة السلطة القضائية بمحاكمة كافة المشاركين في المظاهرات الشعبية تتواصل الاحتجاجات في أكثر من 30 مدينة و18 محافظة إيرانية رافقتها اضطرابات طلابية في نحو 50 جامعة وكلية في العاصمة الإيرانية طهران جاءت المدن الكردية في المقدمة وتحديدا مدينة ماهاباد في أذربيجان الغربية التي تعرضت خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى هجوم مكثف من قبل القوات الأمنية والعسكرية بالأسلحة الثقيلة وقطع الكهرباء ورغم القمع الذي تتهم قوات الأمن والقوات الخاصة والباسيج بممارسته إلا أن سكان هذه المدينة خرجوا للشوارع منذ ساعات الصباح الأولى للمشاركة في الاحتجاجات أما الجامعات الإيرانية فاستجابت لدعوات الاضطراب الطلبة نظموا مسيرات احتجاجية في 50 جامعة وكلية ومعهدا تقريبا شملت خمس جامعات كبرى في طهران نظم فيها أكبر تجمع احتجاجي للطلاب تحديدا في جامعة تبريز للعلوم الطبية وجامعة بهشتي في طهران بالإضافة إلى جامعة كردستان وجامعة قدس التي شهدت أعنف هجوم من قبل القوات الأمنية نتج عنه إصابة عدد كبير من الطلبة بجروح خطيرة واعتقال عدد آخر منهم وقد قتل أحد طلابها ويدعى حميد رضا روحي والذي تحولت جنازته في مقبرة بهشت زهراء إلى تجمع احتجاجي جديد سلطان العبان العربية